السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين كرام في هذه الحلقة هذه الحلقة سوف أوجهها لأولياء الأمور لدينا لديهم أطفال يستفيدون من التأمين الصحي المدعا من طرف الحكومة الأمريكية ألا وهو الميديكيد فإذا كان لديك أطفال يستفيدون من التأمين الصحي الميديكيد فعليك مشاهدة هذا الفيديو لأنني سوف أتطرق فيه لتجربة شخصية وقعت معي شهر غشت وكنت أعتقد أنني فقط الوحيد الذي وقع معي هذا الأمر لكنني حينما بحث وجدت أن هناك الآلاف والآلاف من الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الذين فقدوا التأمين الصحي وسوف يفقدون التأمين الصحي في مستقبل الأيام ما هي القصة؟ القصة كما قلت من طلاقة من تجربة شخصية لدي تيفلين موليد الولايات المتحدة الأمريكية حصل على التأمين الصحي منذ ولادتهما في أمريكا وبالطبع التأمين الصحي المدعا من طرف الدولة يعتمد على العديد من المعايير وعلى رأسها الدخل الأسري فهناك نسبة كبيرة من الأمريكيين يحصلون على التأمين الصحي لأطفالهم لكن مؤخرا في شهر يوليوز توصلنا برسالة من أجل تجديد يعني الاستفادة من التأمين الصحي قمنا بالتجديد قبل نهاية المدة المطلوبة وهي 31 من يوليوز وبعد ذلك سوف يتم إخبارنا بأن أولادنا أو أطفالي فقدوا التأمين الصحي بسبب الدخل هذا الدخل الشخصي أكون معكم صريح لم يتغير مدة سنة 2023 يعني دخلي في سنة 2023 لم يتغير ويعني المتوقع أن يتغير في سنة 2024 لأن هناك زيادة سنوية في الدخل في الشركة التي أشتغل فيها كل سنة فكيف يعقل أنه منذ بداية السنة إلى غاية غشت أو تقريبا إلى غاية يوليوز الدخل لم يتغير وكان أطفال يستفيدون من التأمين الصحي في هذا الشهر يتم إخبارنا بأن التأمين الصحي للأطفال يعني انتهى وعلينا البحث على تأمين صحي آخر إما الدخول على الهيلت ماركت وشراء تأمين صحي ودفع أقصاد شهرية أو أننا علينا في حالة فقدنا التأمين فعلينا دفع الفواتر مثلا دهبت بالتفل إلى حصة طبيب أسنان علينا دفع يعني الفاتورة دهبت إلى مثلا عيادة أو مثلا لمستشفى لا قدر الله التفل كانت لديه حمى مرتفعة وكنت متخوفا ربما أصيب بالوباء أو غير من الأمور فعليك يعني الدفع من جيبك أو أن هناك برنامج حكومي يطلق عليه share of cost share of cost هذا بالنسبة للناس الذين لم يسمعوا بهذا البرنامج وهو يعني برنامج حكومي يتقدم عليه الأسرة من أجل الحصول على تأمين صحي للأطفال حينما يتم قبول طلبك يتم تحديد سقف من المال وهو مثلا لنقول في حالتي مثلا أنا تم يعني توصل إلى سقف وهو خمسة ألف دولار بمعنى أنه لو إذا أخذت تفلي إلى طبيب أسنان مثلا وكانت الفاتورة ألف وخمسمائة دولار أو ألف دولار يعني مثلا deep cleaning للأسنان أو braces للأسنان أو غيرها من الأمور وكانت الفاتورة مثلا ألف دولار ألفين دولار ثلاث ألف دولار أنا ذاك علي دفع الفاتورة من جيبي إذا كانت الفاتورة أكثر من خمسة ألف دولار أنا ذاك الدولة هي التي تدفع أو التأمين هو الذي يتكفل بالفاتورة هذا هو ما يتق عليه بالshare of cost بالنسبة للناس الذين لا تعلم ما هو مفهوم هذه الكلمة فشخصيا أقولها بصراحة فقدنا التأمين الصحي فطلب مننا يعني البحث فدخلنا على الهيلت كير أو الهيلت ماركت ووجدنا شركة تقدمنا لهذه الشركة بملئة السمرة يدخل المعلومات الخاصة بالأطفال ويعني في الأخير طلب مننا دفع أقصر يعني شهرية بسيطة لكن على الأقل يعني هناك ضمان بأن الأطفال لديهم تأمين صحيح أخذهم من المستشفى أخذهم إلى لقدر الله يعني طبيب أسنان أي شيء أي شيء فهذا الأمر ربما يخفى على العديد من الناس لكن هذا أمر يقع في أمريكا بصفة عامة هناك تصلت الضوء على فلوريدا لأن في فلوريدا سوف أعطيكم الأرقام في فلوريدا هناك أكثر من 120 تفل في فلوريدا أكثر من 120 تفل فقدوا التأمين الصحي منذ أبريل لغاية شهر 8 120 ألف تفل كل هؤلاء الأطفال في ولاية فلوريدا هم مؤهلون يعني تتوفر فيهم شروط الحصول على التأمين الصحي لأن تمون إلى عائلات من دول الدخلي المحدود وبالرغم من ذلك فقدوا التأمين الصحي هناك العائز من العائلات الذين قاموا بتقديم استمارة من أجل تجديد لحد الآن لم تتم يعني النظر في طلبهم شخصيا حينما ملقى الاستمارة أول مرة كانت هناك يعني نظر يعني على العموم تأخذ ربما يومين ثلاث أيام هذه المرة لحد يعني الأسبوع الثاني من غشت ما زال يعني طلبي تحت قيد الدرسة أو من ثق عليه بالبندين يعني لم تتم معالجة طلب بعد فلا يمكن انتظار لأن هناك أمور تقع هناك الحديث على وباء هناك معاعد أسنان هناك العديد من الأمور فعلى كل حال هنا في فلوريدا هناك 120 ألف تفل فقط التأمين الصحي بالنسبة للناس الذين يقتلون في فلوريدا ويشاهدنا هذا الفيديو لستم أنتم وحدكم من أطفالكم فقط التأمين الصحي لذلك عليكم إما بدفعوا من جيوبكم أو التقديم على يعني برامج أخرى مدعو يعني تقومون بدفع أقصاد شهرية وليس مدعوما من طرف الدولة كذلك بالنسبة لي هنا في فلوريدا هناك عائلتي رفعوا دعوة قضائية ضد الولاية من بين هدين العائلتين هناك عائلة لديها طفل مريض بمرض يسمى التليف التليف الكيسي وهو مرض خاطير وبالرغم من ذلك هذا الطفل فقد يعني التأمين الصحي هناك عائلة أخرى في مقاطعة مايامي كذلك قامت الأم برفع دعوة قضائية ضد الولاية في إحدى المحاكم بمايامي لماذا؟ لأن طفلها هذا الطفل كانت سوف تأخذه مثلا لنقول غدا عنده موعد للحصول على اللقاحات يعني رضيع لحصول على اللقاحات اليوم قبل الموعد الذي للطفل سوف تتوصل هذه السيدة برسالة تخبرها بأن طفلها فقدت تأمين الصحي فشاهدوا إخواني أخواتي ماذا يقعونك خطة ربما العديد منكم لا يعلمها لكن بايدن يقوم أو إدارة بايدن تقوم بالعديد من الأمور باقتطاع أو إلغاء الصفات العديد من الأعيات من تأمين الصحي إلغاء الصفات العديد من العائلات المؤهلة من الفودستامس وغيره من البرامج يعني الحكومية وسوف تشاهدون بأعين لكم هذه الأمور كما قلت في قدمي الأيام حاليا يقال 120 ألف طفل هناك ولاية فلوريدا هناك أعتقد لويزيانا هناك العديد من الولايات والإحصائيات تقول أنه هناك 5.2 مليون أمريكي فقد التأمين الصحي فقط في سنة 2029 5.2 مليون أمريكي فقد التأمين الصحي 74% من هذه النسبة من 5.2 مليون يقال أنها بسبب الأوراق يعني نقص في الأوراق أو غلط في الأوراق هذه الأمور كلها كل المتأكدين إخواني أخواتي فهذا فقط لأوضح لكم هذا الأمر بالنسبة للناس الذين لديهم أطفال يستفيدون من تأمين الصحي فعليكم ألا تفاجأوا ألا يعني تصيبكم أي صدمة من ربما احتمالية فقدان التأمين الصحي لأطفالكم لأنه ما وقع في فلوردا ما وقع في الوزانة أو الميسيسيبي سوف ينتقل لباقي الولايات فهذا فقط لأخبركم وضعكم في الصورة بخصوص التأمين الصحي المدعم من طرف الدولة وهو الميديكيد والذين يستفيدون من الأطفال أنا لا تحدث مثلا على أطفال قدموا مع أهلي من خلال جوية المتحدة الأمريكية أقول أطفال موليد أمريكا فقدوا التأمين الصحي فما بالك ببقي الأطفال الآخرين أو حتى يعني البالغين في الصين هذا فقط لتوضيح هذه النقطة شكرا لكم والسلام عليكم